مراحل تطور علم دولة قطر كان علم قطر باللون الأحمر الكامل حاله وحال جميع الإمارات الواقعة في الخليج العربي في تلك الفترة تمت كتابة اسم قطر باللون الأبيض لتمييزه عن باقي الأعلام بعد توقيع الشيخ عبد الله بن قاسم بن محمد الثاني اتفاقية مع بريطانيا أسوة بباقي الإمارات الأخرى في أبريل من عام 32 اقترحت البحرية البريطانية أن يكون العالم القطري باللون الأحمر ولكن قطر رفضت واستبدلته بلونها العنابي وبعد فترة قصيرة أضافت قطر الماسات ذات اللون الأحمر الأرجواني التي تفصل بين كل رأس وآخر كما أضافت اسم قطر باللون الأبيض على الخلفية الحمراء الأرجوانية في عام 60 طام حاكم قطر الشيخ علي بن عبد الله الثاني بتغيير طفيف على العالم الوطني تمثل الرؤوس التسعة على أن قطر هي العضو التاسع في اتفاقية الساحل المتصالح التي وقعت عام 1916 ترجمة نانسي قنقر